نتطرق إلى الأوامر الأساسية في أي لغة من لغات البرمجة وهي الإدخال، الإخراج، الشرط، التكرار، الحساب والمنطق. سنتعامل اليوم مع موقع MakeCode وتحديداً المايكروبيت من مميزاته أنه يدعم العربية ومناسب لجميع الأعمار والفئات. سأعرض لكم اليوم بعض الأمثلة على الأوامر الأساسية بمعنى كيف يمكن أن أعلم الطالب أو الطالبة الإدخال عبر المايكروبيت والإخراج والحساب والمنطق وهكذا. طبعاً هذه شريحة المايكروبيت، مثلاً إذا أردت أن أعطي الطالبة مثال على الإدخال عبر المايكروبيت، يمكن أن أبرمج الزرين الموجودين في المايكروبيت وهما زر A والB. بحيث أن عند الضغط على A يظهر شيء معين، فظهور الشيء المعين هذا هو ما نسميه بالإخراج ويظهر طبعاً في لمبات الليد الموجودة في المنتصف. نأخذ مثال على موقع MakeCode. نقوم بكتابة MakeCode في Google، ثم ندخل على الرابط الأول، ثم المايكروبيت. للتحويل إلى اللغة العربية، نقوم بالضغط على هذا الرمز، ثم اللغة أو Language إذا كان باللغة الإنجليزية، واختيار اللغة العربية. طبعاً يهتم هذا الموقع ببرمجة شريحة المايكروبيت عبر مجموعة من الأوامر بذات شكل رسومي وجمالي وسهل للغاية. نتعامل مع مجموعة أوامر الإدخال. عند الضغط على A يمكن أن يظهر اسم معين مثلاً اسم مها. نقوم بإظهار الأسماء من هذا الأمر، إظهار السلسلة. نقوم بحذف كلمة Hello ونكتب مها. عند الضغط على B مثلاً يظهر رقم 5 بدلاً من الذهاب إلى الأوامر مرة أخرى وإدراجها، يكفي أن أعمل عملية duplicate أو مضاعفة أو تكرار. بالضغط على الزر الأيمن لهذه الأوامر، ثم تكرار. أقوم بتغيير A إلى B، وطبعاً هذه اللبنة لم تعد تهمني. الأساسي أختار منه إظهار رقم 5. أقوم بحذف الصفر الموجود وأكتب رقم 5. أيضاً يمكن استخدام عند الاهتزاز. هنا طبعاً محاكي للميكروبيت الحقيقي. عند الضغط على زر A، لاحظوا يظهر اسم مها. عند الضغط على B، يظهر رقم 5. عند عمل shake، shake معنى الاهتزاز. عند الضغط على shake مثلاً نستعرض أوامر الإدخال مرة أخرى. يمكن أن أستخدم مستوى الإضاءة في الغرفة. بمعنى أني أريد أن يظهر الميكروبيت شدة الإضاءة في الغرفة التي أنا فيها. فيمكن أن أستخدم أظهر الرقم، ثم أضع مستوى الإضاءة داخل هذا الأمر. فعند الضغط على shake، نلاحظ مثلاً لو كان مستوى الإضاءة الآن 128، سيظهر هنا على اللمبات الليد. أيضاً يمكن ضغط زري A وB مع بعضهما. عند الضغط على A وB، يمكن أن يظهر شكل معين. أنا أختار هذا الشكل كيف يمكن أن يكون. مثلاً أريد أن يظهر سهم بهذا الشكل. إذن عند الضغط على A، يظهر الاسم. عند الضغط على B، يظهر رقم 5. عند الضغط على A والB، دفعة واحدة. يظهر السهم لأعلى. عند عمل الاهتزاز، يقوم الميكروبيت بعرض شدة الضوء في الغرفة التي أنا فيها. يمكن إرسال هذا الأمر البرمجي إلى الميكروبيت لتجربته على أرض الواقع. مثلاً أسميه أساسيات. وأقوم بحفظه في التنزيلات أو تنزيله. ثم أصل الميكروبيت. أقوم بتوصيل الميكروبيت بالكمبيوتر. ثم إرسال الكود الموجود في التنزيلات إلى الميكروبيت. ترجمة نانسي قنقر